تعتبر السفينة دايموند برينسس مدينة رفاهية كاملة لكن فيروس كورونا حولها إلى سجن عائم تتكون السفينة من أكثر من عشرة أدوار وتضم ما يزيد عن 1300 غرفة تقوم السفينة برحلات منذ العام 2004 لكن رحلتها الأطول هي تلك التي اضطرت خلالها لمصارعة فيروس كورونا القاتل كان على متن السفينة حوالي 3000 شخص هم 2600 راكب بالإضافة إلى 1000 موظف هم طاقم السفينة وكان من بين الركاب شخص من هونج كونج يبلغ من العمر حوالي 80 عاما أبحرت السفينة من ميناء يوكا هاما الياباني في 20 من شهر يناير وفي 25 من يناير توقفت السفينة في هونج كونج وغادر الراكب الثمانيني السفينة لم يعلم أحد أن ذلك الشخص كان مصابا بفيروس كورونا واصل الركاب لاستمتاع بالخدمات التي تقدمها السفينة واستكملت السفينة رحلتها والتي مرت بفيتنام وتايوان ثم واصلت إلى ميناء يوكا هاما مرة أخرى لتختتم رحلتها يوم الرابع من فبراير عندما وصلت السفينة كانت في انتظارها مفاجأة غير سارة حيث اكتشفت السلطات اليابانية أن الراكب المصاب نشر المرضى في السفينة وأصيب نحو 100 شخص بالفيروس فقررت السلطات اليابانية فرض حظر وحجر صحي على السفينة وأيضا فرضت حظرا على كل راكب في غرفته اختلفت حياة الركاب من الرفاهية إلى التقشف والحظر والحجر الطبي امتدى الحظر 14 يوما حتى بدأت عمليات إجلاء الركاب من على السفينة ليبدأ فصل النهاية في مأساة السفينة دايموند برينسيس التي حولها فيروس كورونا من مدينة للرفاهية إلى سجن عائم ترجمة نانسي قنقر